معانا سيادة اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأصبخ سيادة اللواء الأول صباح الخير صباح الخير زي أحمد صباح الخير أهلا وسهلا بحرككم كل سنة وحرك طيب ومصر كلها ان شاء الله كده دايما بخير وامن وسلامة ويبقى 2017 يبقى وشه أحلى علينا وعلى الدنيا كلها من 2016 يعني يا رب سيادة اللواء حرك شايف ازاي التحديات الامنية اللي احنا بنمر بيها دلوقتي شايف التحديات الامنية ان احنا بنواجه ارهاب متشعب بمعنى ايه يعني يختلف عن ارهاب التشعينات ده اول حاجة من التحدي لا نصر بتاعته شباب بيستخطب مسجلين جنائيا الدين المواحد نمرة اتنين من الخارج مش هنا بس مش محدود عندنا عناصر هنا لا ده امداد من الخارج وتعليمات من الخارج ودول للأسف الشديد احنا مش بنواجه داخل الداخل كان تبقى سهلة ولذلك انا بقول دي حرب شارثة عن اي حرب تخليدية الحرب العسكرية مع اسرائيل خلاص معروفة نعم لكن دي هي دي التحديات الحاجة التانية ان احنا بنزداد في عمران والحركة نفسها كم سيارة في التوارعنا العمران جد قد ايه افك ورأتي كل دي تحديات ومهم على الامن غير كده كمان ان هناك ازمات بوجهها الامن برضو التموين الاخذية الفزدة ووالى اخره الرشوة والفساد كل دي عوامل يعني اعباء كبيرة على الامن وتحديات على الامن بتواجه الامن هنا بقى السؤال بقى حالك قلت حاجات كتيرة قوي كل الحاجات دي البعض منها المفروض يبقى الحل بتاعها حل السياسي او خلينا نقول حلول اخرى غير الحلول الامنية هل حالك شايف ان في مصر بنصدر القطاع الامني في كل مشكلة تحصل بنصدرهم صح صح فعلا ومش انا اللي بقول بقى وليه امر الدولة هو اللي قال سيد الرئيس قال كده قال ليس الامن وحده صحيح احنا ما نصدرش الامن وحده لا كل واحد مننا ولذلك يا استاذ احمد انا لمن بقول ايه اذا كنا تسعين مليون لو انحنا تسعين مليون شركين انا صاحب مؤسسة انا صاحب بولتو جاري انا صاحب منشأة لا اهتم بعين امن امن خاص يا استاذ احمد احنا لازمنا بنعيش في عصر الشكليات مجرد شكل واحد لابس بس ويقول لي ده امن صح لا يا حبيب لازم نبقى موضوعين هو يا استاذ احمد انا لو عندي بيتي او مزرعتي انا بستند على الشرطة الوحدة ولا انا بحميها انا كمان انا ببدأ بنفسي بحميها انا باسوار بحديد بكلاب حراسة بيقى الاخره وبعدين الامن برضه ما بيستميش بقول له انت كمان مسؤول انت بتؤمن بس انا بأمن نفسي الاول احنا كل واحد بيشتغل في عزبة الوحدة وده غلق ولذلك النهاردة بالمناسبة حضرتك بتتكلم عن الخطة الامنية في مواجد مواجد اعياد راتي السنة نعم هل انا كأمن شف يا سيد احمد احنا بنضع خطة امنية من يوم من 100 سنة في هذه المناسبات بس في غاية بتختلف حسب الظروف وملابسات العطل صح لكن فيه دايما خطة امنية في المواسم والاعياد بس احنا النهاردة ارهاب بيطلع بيانات وبيهدد وهنعمل وهنخلي كويس قوي الامن عمل استنفار في الحداقة العامة محطات السكة الحديد محطات المترو المنشآت الهمة طب وبعدين تقول لي خلاصة وكالنا عليك وانا بقى المنشآة بتاعتك كده لا انزل يا رئيس المؤسسة شوف الشركة الامن الخاصة بتاعتك مش عاديين لعبك في الموبايل مش مجرد بس كروش محطوطة وخلاص وانتهينا لا طب هنا بقى السؤال هل وزارة الداخلية خلينا نقول فتحة ابوابها لانها تضرب الناس دي او بتدي كرسات تدريب لليقظة الامنية والتعامل الامني لان معظم هؤلاء الولاد اللي بيبقوا في الداخل هذه الشركات لم عا سلاح وبعدين لما بيجي وقت تجاد يقولك طب انا مالي لا العمر واحد ورب واحد بس اه بس انا لا العمر غالي سلام عليكم فما يقدرش يواجه هو بيبقى خايف يعني هل انتم بتديلوا الامكانية دي ان هو يتعامل ازاي وحتى يدافع نفسه على منشأة ممكن اقولك الله ينور عليك في السؤال ده الله العظيم ليه هل انا النهاردة كداخلية في شركة امن خاصة جاتني وقالتلي ان عايزك تدرب ناسي وانا هقول لها لأ اذا حصل ولذلك انا بقول لي اكون هناك مش بالطلب يا سيد احمد تبقى بإلزام ده رأيي ده اختراحي شركة امن خاصة تبقى هنا تخضع لوزارة الداخلية تدريبيا وبعدين انت بتنقي افرار لا اشوفهم واكشف عليهم صح هي حالة تلقاتل مش كان فرد امن في منتجع في كومباوند مثل البنك صح صح بداية انت هتعين مين انا اشوف عليهم كأنهم هيبقوا مجندتين انهم شرطة بس شرطة خاصة وبعدين هدربهم وهدربهم تجريب كويس جدا الحاجة التانية في حاجة اسمها سلاح للدفاع ترخيص للدفاع او للصيد او للحراسة لا قدلوا سلاح ميبقاش وقبل بس لابس لمنظر كده وخلاص بزبت هده نمره نمره ثلاثة كان زمان يا سيد احمد البنك في زرار تتسكى على الزرار ده يدي صفارة انظار في شرطة النجدة يطلع على صول على البنك احنا ثم من التكنولوجيا النهارة ده كان زمان يعني هو ده ده ما بيحصل ما فيش ده موجود قد يكون موجود في البنوك بس لكن عموما لا في حاجات كتير لازم نفوق منها بس اقول لحركة على حاجة بامانة يعني حتى لو الزرار ده الدس عليه يعني احنا بنشوف في الافلام الاجنابي ازاي بعدها ما فيش كام ثانية ده حتى بيتحضوا بعض برا يعني في كام ثانية عربيات الشرطة بتبقى موجودة احنا لو حركت تفكر زمان الدورية الرجبة ما بقتش موجودة زي زي زمان يعني طح وعشان كده انا بقول ايه بقى ما فيش حاجة تمها تمركز الاكمانة السابقة والكلام ده كله لا تبقى متحركة وتتمركز في مكان الزرار لما يضرب هنا هيضرب في النجدة اقرب عربية من بنك كذا من منشأة كذا تتحرك في حاجة مهمة جدا انا لما بعمل لما بخطف الارتكاب جريمة بدرس الاول حتى لو حرامي بدرس ايه هو عندهم سلاح اه عندهم مسلحين ايوا بكش بعمل حسابي فيه زراير فيه كاميرات الارهابي او الحرامي او المجرم عندما يجد ان الساحة قاضية لكاميرات ولا امن محترم امن خاص محترم ولا تسليح ولا حضرتك هنا بتتكلم على كله بنوك ودور عبادة وكل اي هدف ممكن تتخيله صح وانا هقول لحضر الحسن اخنات تحت الكنيسة ما كانش فيه بوابة لو الولد راح يوم السابته لقى فيه بوابة والحزام هيتكشف هيكش صح هيرجع يبقى انا مش بقولي الامن الوحده كل منشأة بس بس عايز اقول حاجة صد مش حكاية بوابة وخلاصه كل سنة وانت طيب لا موضوعيين ومستعديين اللي قاعد ده بيتوقع باللحظة واخرى ان فيه هجوم عليه زي الامام ما يقول لنا كده صلي صلاة مودع انتهت مد الوقت نعم يبقى الظابط الشرطة والمجندين في الاكمنة في التمركزات امن خاص صاحب اعرف انك انت هتهاجم فخليك على اوبة الاستعداد دايما والله احنا شكلي الشكلية من غرقانا صح الحاجة الثانية متأخرين تحصل الكارثة نبتدر مجلس النواب تشريعات عايزين قانون عايزين ايه يا اخواننا فيه ايه لا بد احنا رد فعلي دايما بالضبط كده في حاجة اسمها التنبؤ والتوقع هو حضرتك النهاردة لما تفتح شباك شباك بتاع بيتك كده وتلاقى الدين مغيمة وانت مسافر وهت مش بتلبس مش بتقل طبعا مش بتعمل حسابك متنبؤ ومتوقع ان الجو بقى وممكن تلغي الرحلة بتاعتك او تحصل نفسك اكتر يا اخوانا يا مصر اعملوا معروف كل مؤسسة كل وزارة كل بناية تهتمل بنفسها وتأمن نفسها والأمن مش معنا كده هيقعد يلعب كوتشينا لا دين امرواح نمر اتنين حان الوقت ان الشارع بتاعنا ينضف يا استاذ احمد معلش انا مطول عليه لا دا بالعكس ينضف يعني ايه الشارع ينضف قلت وبقول يعني ايه بوابين في مليون العمارات كلها انا ما عرفش دا مين كل واحد جاب ابن عمه نخالته لا يبقى فيه رخصة رخصة حارس خاص تحت رخبتي كما باحث انا اللي طلع له الرخصة وجددها له كل سنة لهوية السياسة اللي احنا شايفينهم ماسك السفارة انا ما عرفش دا مين بلاش ارهاب بلاش هيرصد مهم دول اللي بيرصدهم مهم دا اللي ممكن يسرق عربيات ويسرق بتاع دا مهم ممكن دا اللي يخش شقة ويقتل وممكن دا اللي يحمي الحتة يعني دا الله نور عليك انا لما ادي له رخصة للسايف ودي رخصة للبواب اصبح بتلقائيا مجند ليه كما باحث لانه عاوزني عاوز اجدد له مجند طبيعي مجند طبيعي كده تلقائيا فهمر عليه معاك رخصة السايف معروف يبقى هين هيخاف عن حتة بتاعته يقول لك لا لو عربيات سنة ايه انا المسؤول فرقابتي انا المسؤول عنها بالضبط كده صح احنا فين من الكلام دا عشان كده طب انا عندي سؤال ستلقائيا معلش انا اسف يعني لا اوز اه انتو موجودين لسا والوزارة موجودة هل بتتكلموا هل بتطرحوا هل حد بيسمع هل بتقدموا الكلام دا في صيغة مقترحات الله اصطربنا ما نهارده انا فتكلم مع كل مؤسسة وكل وزارة ما نهارده الاعلان اذا كنت انا مش هادر اتوصل مش بقى للداخلية فقط صوتي بيوصل دلوقتي من خلال اتاز احمد الشاعر ومن خلال البرنامج بيوصل لكل مؤسسة لكل صاحب منشأة لكل وزارة فلما بيوصل للصود دا لما بنتكلم هو احنا بنضيع وقت ليه جماعة هو احنا بنستل عدرتك جاي البرنامج وقتتقالنا وكلام جميل جدا انا راجل مواطن انا مش خبير امن ولا حاجة وقلت مثل هذه الاختراحات اين هي فين اللي انا قلت عن الشقاء المفروشة وتقننها علشان خاطر الخلايا اللي بتستخدم حردك قلت الكلام دا وقلت ان لازم يتم يعني تسجيل البيانات والاسم يبقى عارف مين اللي موجود بالبطاقة وبالرقم القومي وانا لو راجل هقجر شقة وفي حارس عقار موجود فبياخد مني البطاقة انا لو راجل ارهابي مش هديله البطاقة بتاعتي لانها بقى معروفة انا مين واذا ادت له واغرته بالفلوس هدي له كمس ثلاث في الشهر ووافق تحت مغريات المادة لو اتضبطت الخلية في شقة يدخل صاحب الشقة متهم معهم صحيح يبقى راجع احنا فين من الكلام دا كل فين طب ما هو يعني مش لازم اكتب وبعدين انا عايز اقول لحظتك على حاج ده انا لو كتبت اختراحي كده مكتوب وقدمته لاي جهة ده يمكن يخش الادراج لان شخص واحد اللي هياخده اما ما يققى صوت ودي مهمة الاعلام ومهمة الاعلاقات العامة في اي مؤسسة او اي مجتمع طاحت مصلحة يسمع الكلام ده ينفسزوا يا جماعة فاننا على منبر وبنخطب في المصلين اسمعوا الكلام ده عشان تنكفزوه يعني ايه الصعب فيه ويهي دي مهمة الاعلام للأسف الشديد والله يا سيد احمد اننا حتى نواجه الارهاب لابد ان احنا نخنق نخنق ازاي كل مواطن خليك ايجابي خليك بملاحظتك وبعيونك وبرخبتك شوف ده ايه جين متأخرين شكلهم ايه في حاجة غريبة واحنا فضوليين اصلا بطبعتنا ونحب نعرف هم مين دول هم متجوز هو بديع حيلته وهو الاخر اي شكل اي اشتباه احمي نفسك واحمي منطقتك انا بقولك بربما يكون بيصنعوا متفجرات في الشقة بتاعتهم تتفجر الشقة يبقى انت رحت في داهية اي احنا هنا للأسف الشديد ما بنخنقش الارهاب سهل اول الارهاب عندما يجي عذرتك وانا وكل مواطن وكل منشأة وكل مؤسسة وكل كنيسة وكل مسجد وكل مول كلنا جاذبين موضوعيين هيروح فين هيلعب فين تعالي بقى يا حكومة بقى يا مجلس النواب في حاجة اسمها الدروس المستفادة هلو ايه مع حارتك استطلو في حاجة اسمها الدروس المستفادة يا دولة بنتعرض لحاجة ارهاب وننشط وبعدين ننام لا الحاجة ده ايه سببه ايه الواد محمود شفيق ازاي تربط اتعلم ازاي ابدأ بقى هنا بقى خش يا تربية والتعليم في المدارس الصغيرة كدائد خش يا مساجد يا وزارة الاوقاف المساجد اللي بقت عشوائية لو مسجد اقيمه وفيه وفيه خطيب بيولعب دنيا وضب لا اقفله ده مسجد ضراري يا سيد احمد ما فيهاش حاجة اشئيل الراجل ده منه لازم يبقى فيه رقابة العمدة يراقب الاحزاب المنتشرة دي بتعمل ايه انتو يا احزاب بتعملوا ايه العيال دول لما ديستقطبوا انتو فين دوركوا ايه هو صلح كده على طول الواد محمود شفيق ومهاب وغيره 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 شياطين كده على طول لأ في من تلقفوهم وهم 16 سنة وخدوهم ومتحوا دماغهم وكفرون ابدأ من الاول ما تخليش الورم يستفحل ده ورم سرطاني علجه من البداية وهو لسه خفيف لكن لم نبيع يستفحل بقى والورم يزداب الطبيب هنا يقول لك لا ده ده المرض انتشر صح على الجزداد يا ناس اعملوا معروف والله مش خطة امنية ولا 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 امن الوحد ولا ولا الاخر كلنا امن كلنا ايجابيين انا قلت في مواقع حساسة طب تعال ادخلها كده يا استاذ خلاص كان ده من يا استاذ رحمد البواب البواب عزرتك راح فيه يقول لك راح فيه طالع فيه طالع عند مين وبعدها ده لا اقلقوا مش كده بقول له يا الله انا ريح للاستاذ مجدي استاذ مجدي انت عارفوا فين لا والله اه لا ما فيش هنا استاذ مجدي همشي انا عمو كارهابي كمجرم جنائي عم ده لقيت الولاترة لما هدخل لقيت بواب مسح طح وبيتقلني لا ده مش كده بس ده بيقف يشوف الاسنتر وقف سين كمان وممكن يطلع معاك يشوفت ايه بيطلع مع بتاع النور اصلي فيه كلمة كلمة ساتل ويمكن معلش اصله غالبان اصله غلابة اصله كلها بترزة اصلي احنا عادين يا بيب ناكل عيش يا بيب انا مش هعد اسأل للرايح واللي جاي هيهزقوني وهيعمله وهيشتمني وده هيتطلع التنك علي وده هيندهلي البشا من فوق دوش انا بسأله انا ما بغنشت معاه المتالة كلها تدريب وبعدين انا عايز اقول حاج والتو الاعلام هنا بقى الاعلام هنا ما فيش واحد اسمه انه 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 انا مين انا داخل عندك الجيد احمد الشاعر داخل مدينة الانتاج عارسينا لا بس عايز اقول لحركة على حاجة ودي تحية لرجال الامن بصراحة في مدينة الانتاج الاعلامي عارفيني شخصيا وبيشوفوا الكارنية بتاعي كل مرة بخش وبيفتشوا العربية كل مرة بخش يعني ما فيش حاجة اسمها قادر استاذ احمد اتفضل ما بتحصلش سؤال بقى حضرتك اضايقت من الكلام ده خالص بالعكس مبسوط جدا حلو قوي هنا بقى اللي حضرتك بتقوله دلوقتي اللي شافك وانت داخل انا داخل وراك وشوفت سيد احمد الشعب تفتش لما هتفتش مش هلاقي غضاب ادي واحد لان انا شاهد لما بتقول الكلام ده على الشاشة والنهاردة ملايين بيشوفوك وبيسمعوك اذا يبقى ايه يبقى متوزعنا هنا او فيه بس منتشر وموسع ان يا ناس مفيش حاجة انا بقى منك انا بقى طيب انتش معنى تتفتش في المطار ولو معروف شخصية معروف صح ادخل وتفتش انا بفتشك عشان بقى منك ما تدعلش مني بس ايه ما تبقاش فيه تعسف بقى ما يبقاش فيه تسلط اه ما يبقاش فيه الحتة الزيادة اللي عندنا دي اللي هو يعني اتك بقى اه صح هو دي كلها رسالة الاعلان يوضي اللي داخل اي مكان بلغة ضادة منك تتفتش وفي الوقت نفسه يوجه القائم بالتفتيش ما تتمطعش فيها قوي بقى ما تزودش فيها يا اخوة بقى وصعب لها لا لا يعني حتى يعني هو انت يتنام يتعمل فيها يتغلس صح انا بشكورك جدا سياتلوها مجدي البسيوني على يعني هذه المدخلة الاكثر من رائعة